بيأجي لي ناس تقول لي أنا بس حاسد بوجع من يومين لكن لما نفحص نقول له أنت عندك بوصير بقالها عشر سنين مثلا النصور الشرجي الحل الجراحي فيه ومثل الحل الوحيد النصور الشرجي من الأمراض السخيفة جداً لأنه يمر داخل عضلات مهمة جداً مسؤولة عن التحكم في التبرز بقى الحل للنصور دلوقتي زي ما نقول حاجة اسمع فيه لك إن إحنا نخش نقفل النصور ده بدون ما نمس حتى العضلات ودي حجم يعني أنا نفسي نسكولاتي قرع عنها الدكتور محمد مجد النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم عضو جامعية الأوروبية لجراحات الشرج مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم أهلاً بكم النهاردة حلقة من حلقات المتفردة مش متكررة كتير عشان كده بقول لكم أنا بدعوكم للانتباه والاستماع بانتباه شديد جداً لأن إحنا نتكلم على البواسير وهذا موضوع علمي أولاً هو منتشر جداً ثانياً الثقافة عنه أو المعلومات المتوفرة عند الناس عنه ثقافة أنا بقيتها لنا لسه لسه قدامها شوية عشان تتفهم أكتر أنا خايف أقول لكم المعلومة دي لكن طالما خفت يبقى هتلاقوني بانطلق ما أخافش أن أنا أقول المعلومة لأنه لازم نفهمها ولازم نعرفها وهواقها المعلومة بتقول أنه إهمال البواسير قد يؤدي للإصابة بالسرطان كلمة مخيفة جداً جداً بس معلومة دقيقة للغاية أولدريج برجمن ده البروفيسير الشهير في براغ وده قال أنه البواسير مرض فيه كمية كبيرة من الدم بتتضفق في الأوردة في منطقة الشرك وده بيؤدي إلى ارتفاع الضغط في هذه المنطقة محدثاً حالة من التمدد والتورم يصعب بعدها عودة الأوردة أو عودة الدم إلى أوردة الطبيعية ومصارها الطبيعي في البر ده ممكن جداً يؤدي إلى مشاكل خاصة بالإرتيشة المستمر والمستمر يعني الاستثار المستمر للأنسجة وده ممكن يؤدي إلى انقلاب في طبيعة النسيج من الحالة الطبيعية إلى الحالة اللي نقدر نقول عليها في طريقها إلى التسرطن أو السرطنة أو أنها تقلب إلى خلية سرطنية عشان كده بقول تاني أن إهمال البواسير أمر في منتهى الخطورة لأسباب عديدة هذا جزء منها لكن افهموا التفاصيل الأكثر دقة من القادر بشكل أبقى مني مليون مرة أنه يتوصف هذه التفاصيل ويوصفها بشكل علمي تفصيلي مهم ومبسط كمان تفهموا كويس جداً ضيف العزيز قيمة علمية كبيرة واسم لامأ والحقيقة على المستوى الشخصي أنا ببسعيد جداً باستضافته وببسعيد جداً بعمله يعني تريد مارك مميز جداً في هذا المجال وحالة من الحالات العمل الجماعي حالة من الحالات العمل المتميز جداً بيتميز بيها هذا الاسم المتميز الكبير أستاذ الدكتور محمد النجر أهلا بك يا دكتور محمد بنورنا وسعادة بهذه الزيارة الله يخليك تغيرك حتى مخيفة اللي نقولتها جداً مخيفة جداً حقيقة يعني وزو حك وصفت بالضبط كده إن الالتهاب المزمن في أي منطقة من الجسم خلي بالك إحنا كنا زمان نقول إن المريض اللي عنده ارتجاع في المريء كل شوية الحمض بتاع المعدة لما يطلع على جزء من المريء بشكل مستمر أو حاجة ده بيغير زو حك وقلت بالضبط بيغير طبيعة النسيج وبالتالي يبقى عرضة إنه يبقى عنده سرطان في هذه المنطقة بالضبط بزبط ده اللي بيحصل تحت في آخر الجهاز الهضمي أو في آخر القناة الهضمية منطقة الشراج والمستقيم إذا كان المريض عنده بواسير بشكل مستمر وبشكل مهمل يعني حتى هو بيتحاولش يتعالج ولا حتى بيحاول يغير حتى اللايف ستايل اللي بيأكل بيه واللي بيقعد بيه وكلام زي كده فعندنا حالة من حالات الالتهاب المزمن في هذه المنطقة وبالتالي الكلام مصبوط 100% ممكن يؤدي إلى الإصابة بالسرطانات في هذه المنطقة الحرجة جدا واللي دمها تقيل الحقيقة يعني دعنا نذهب إلى حوار شديد الأهمية حول البواسير وزي ما أنا قلت هذا الحوار متفرد مش هتسمعوه في البرنامج تاني مش هتسمعوه كتير لكن حالة شائعة جدا مش هتسمعوه في الإعلام لكن كفي الحياة كل عمارة كل بيت دلوقتي قد يكون فيه واحد عنده حالة أو درجة من درجات البواسير أو إن جوينج إنه ممكن يجي له بواسير تعالوا نفهم هذا الحوار بالتفصيل في الأبيض والأسود والرمال البواسير مرض مزمن البواسير لا تعرف التفرقة بين الرجل والمرأة أبيض والأسود والرمال أبيض 100% البواسير مرض مزمن لأنه نحن نرى عيانين خلي بالك عندها البواسير بقالها خمس سنين وعشر سنين وعشرين سنة وأكتر من كده بكتير البواسير تصيب الرجل كما تصيب المرأة بالزبط يمكن أكتر شوية عند السيدات بحكم الحمل وفترات الولادة وحاجات زي كده لكن موجودة في الجنسين موجودة عند الرجل وموجودة عند المرأة البواسير حاجة مرض أنا أعتقد أنه مرض سخيف لأنه قد يعطلك عن حياتك قد يخليك تقعد في البيت لفترات طويلة حتى وانت شغال ما تبقاش يعني يمركز في شغلك أو حاجة البواسير ديها أربع أنواع درجة أولى أو أربع درجات درجة أولى أو درجة تانية درجة تالتة درجة رابعة إذا وحاجات شايف كده البواسير كانت تبدأ في الأول فوق الدنتيت لاين فوق الجزء العلوي من القناة الشراجية فتبقى بواسير من الدرجة الأولى أو من الدرجة التانية إذا سيبنا الحكاية وما تعليجناش وفضلنا مستمرين نعمل نفس المشاكل اللي بنعمل نفس العادات الغلط اللي بنأكل بيها نفس العادات الغلط اللي بنعودها وهكذا تزيد شوية تبقى من الدرجة التالتة تبقى من الدرجة الرابعة مع مرور الفضلات في القناة الشراجية ده كمان يزود حجم البواسير فتبقى بواسير من الدرجة التالتة تكبر شوية أو من الدرجة الرابعة اللي هي خارجة من الشراج ودي تبقى بواسير متدلية يعني المريض حد يشوفها يعني المفروض أنه يبقى فتحة الشراج ما فيش حاجة خارجة منها لكن إذا كان حاصل وجود ورم داخل أو حول الشراج فالحنا هذا بنسميه البوسير مدرجة الرابعة وبالتالي هي تصيب الرجل والمرأة على المستوين حقيقة الشرخ الشراجي من أمراض المألوفة وممكن يسبب بعض العادات أو يتسبب فيه بعض العادات الصحية أو الخاطئة الخاصة بالإنسان الكلام ده بيده لأسوة الرمان بيد مائة في المائة وخلي بالك إحنا هو السبب الرئيسي في تكوين الشرخ الشراجي أو البوسير هو الإمساك والإمساك عمره ما فيش حد هيبقى يأكل غذاء صحي على مدار اليوم عبارة عن فايبرز وفيه خضار وفاكهة وكلام زي كده ويشرب مايا كتير ويحصلوا الشرخ الشراجي الشرخ الشراجي إذا أحد أشاهد هو قطع داخل الغشاء المخاطف الشراج حتة مجروحة طب الحتة المجروحة دي جرحت إزاي جرحت لما كان مريض أثناء دخول الحمام عنده إمساك بزيادة شوية بيحاول يخرج الفضلات لكن الموضوع صعب شوية فقال رحج حتة من الميكوزة أو من الغشاء المخاطر الشراجي جاء مجروحة جرح زمن الجرح في إدينا كده بالزبط لكن إذا المريض ودي معلومة مهمة قوي بقى إذا المريض خد علاج في أول ست أسابيع من حدوث هذا الشرخ يبقى اسمه شرخ شراجي حاد ويتعالج بالدوة وينساه ولا يحصل أي حاجة ولا يعمل عمليات طول حياته لكن إذا المريض عدى هذه الفترة لأن أسميها الفترة الزهبية بقى لها ست أسابيع دي ومخدش علاج أو خد علاج غلط راح للصيدالي فقال له أنا عندي واجع راح جاي مديله مثلا علاج للبوسير مثلا على سبيل المثال علاج البوسير هو ضد آلية التقام الشرخ الشراجي تماما إحنا قلنا أن البوسير هو وعاء دموي متمدد يعني وعاء فيه دم زيادة علشان يخف لازم نديله أدويات قلّة الدم من اللي رايحة طب الشرخ الشراجي ده جارح علشان يخف لازم الدم يمشي بزيادة يحمل أنساجة بزيادة فهيلتائم وبالتالي لوحد عنده شرخ وخد علاج للبوسير يخف بالعكس ده يتضر أكتر طبعا يعني فيبقى الشرخ الشراجي أنا موافق على سؤال 100% العادات الغذائية تسبب الإمساك والإمساك يسبب الشرخ الشراجي 100% الشرخ الشراجي مرض لا يعرف السم قد يصيب الكبار قد يصيب أيضا السخار طبعا 100% هو بالضبط كده احنا عندنا مرضى عندهم 70-80 سنة مع كبار لسن شوية بقى فيه لكستي شوية هو متحركش بالشكل المزبوط بدأت أمعاءه كمان تكسل فبدأ يجيلوا إمساك إذا جالوا إمساك يجيلوا شرخ الشراجي وبنشوف أطفال عندها سنة وسنتين وتلاتة مع بداية أن الأمهات بتحاول تبدأ تأكلهم أكل في بداية تطعيم الأكل كده حاجة مش مزبوط أو حاجة هو مش قادر يهضمها كواس فيجيلوا إمساك فيجيلوا شرخ الشراجي هو كلمة السر هنا الإمساك إذا حصل إمساك بشكل عنيف يحصل شرخ الشراجي وبالتالي هم أكتر فئتين عرضة للحكاية دي الصغيرين أوي والكبر أوي النسور الشرجي من أكتر الأمراض المستقيمية أو أمراض المستقيم يعني إزعاجا وألمان الحقيقة كده وهو النسور ده أصله سخيف ولأن إحنا في عياداتنا بنقابل كمية كبيرة جدا من الناس عندها نسور الشراجي خاصة إن إحنا بنستطيع إن إحنا الحمد لله دلوقتي في مصر نعالج نسور الشراجي باستخدام الليزر زي ما نشوف كمان شوية إذا أمكن النسور الشراجي سخيف لأن عملياته سخيفة وبتعتمد على إن إحنا نقطع النسور هو نسور يعني فتحة بجوار الشراج متصلة بفتحة أخرى داخل الشراج ما بينهم في قناة بينهم في تراك هذا التراك أو هذه القناة غير قابلة للإلتقام جدرانها غير قابلة للإلتقام فما بيخفش ما واحد يقول فتحة أو فتحة نقفلهم على بعض ونخلص لا هذه القناة غير قابلة للإلتقام بيحصل زي ما يكون في بداية الحكاية كالتهاب في بعض الغدد الشراجية فيحصل هذا التراك اللي بيحصل يجمع بره بخراج أو حاجة زي كده يبقى عندنا فتحة بره فتحة جوة بينهم هذه القناة اللي دمها تقيل قوي وقلنا لما نيجي بقى نعمل عملياتها زمان كنا لازم نقطع هذه الحكاية نفتح السقف بتاع القناة ونشيل الجدران بتاعة القناة لكن الحقيقة كنا قابلنا مشكلة كبيرة قوي إن القناة داخل جوة عضلات العضلات دي هالمسؤولة عن التحكم في التبرز يعني هل يجوز إن انت تقول لمريد إن إحنا هنعمل عملية بس فيه ريسك إن يحصل في فرصة خطر إنك يبقى عندك عدم تحكم في البرز الحقيقة كان زمان ما عندناش آلية لهذه الحكاية يعني فكنا نقول للمريد كده وحتى مريد كان يمضي على الكنسنت كده على إكرار العملية إنه وارد إن يحصل حاجة زي كده الحمد لله يعني أنا أحمد ربنا الحقيقة يعني ألف مرة إن بقى فيه دلوقتي حاجة اسمها فيلاك إن بقى فيه حاجة اسمها فيستولات راك ليزر كلوجر بقى فيه علاج للنصور باستخدام الليزر الحقيقة حاجة متقدمة جدا جدا ويعني إذا حد أرى كده في التكست بوك بقى من أول 2015 كده وانت طالع للميجي يتكلموا عن البرين الفيستر دي أو نعليجها إزاي يقول لك إن النصور الشرجي أصبح الآن يعالج باستخدام الفلاك في مراكز محدودة جدا على مستوى العالم ويكتبوا كده في التكست يعني الحقيقة نفتخر جدا الحمد لله نستطيع إن نعمل حكاية دي باستخدام تعتمد على إيه بقى؟ تعتمد إحنا نخش جوه الترك في الترك العلوي قد نركب سيتون الفاتلة حاجة شايفها دي سيتون ده يعني حاجة بس تقال تمشت في بروز بالزبط وبعدين ندخل بالأسطرة أو الأوبتيك فايبر بتاعت الليزر ونحرق النصور من جوه باستخدام الليزر الأول بنقفل لغرزة الداخلية أو الفتحة الداخلية لنصور باستخدام خيط عشان تتقفل تماما نضمن إن ما فيش حاجة تعدي منها في خلال أول يومين ثلاثة وبعدين باستخدام الليزر نحرق هذا الترك والليزر هنا بيعمل حاجة عظيمة قوي إنه بيوقع الجدران القديمة للنصور وإحنا ده اللي احنا بنعمله بالجراحة هنريدين نشيل هذه الجدران القديمة هو بيعمل كده بالزبط يطلع الليزر في شكل دائري يوقع الجدران القديمة اللي احنا عزين نشيلها بالليزر وفي نفس الوقت يقفل النصور ورأيه بقوي لو حاجة عارة من فكرة علاج الدوالي بالليزر إحنا بندخل جوه الوريد ونقفله بدل ما نستقصله دعنا نذهب في الجزء التاني كنت أبيض تماما في هذه الفكرة لم تقل لا رمادي ولا أسود واضح إنه الجراحات المستقيم غالبا هي لا أبيض لا أسود فالرمادي مش جاي معهم خالص تعال نشوف بقى ربما يكون في الجزء الثاني بعض الجناة ربما يكون اللون براءة هنشوف في المكتهم والجاني والبريك جاني متهم أمبريك أم عندها ابن يعاني من مشاكل خاصة بالإمساك ألم ممكن نزيف كمان وتدينه ملينات دي متهمة ولا جانية متهمة متهمة هي طبعا متهمة لأنها قد تكون متعرفش أو بتسمع من جيرانها أو من مامتها أو حاجة إنه إذا كان عنده إمساك فده عادي وبيحصل لكل الأطفال وتدينه شوية ملينات وكلام ذا كده والحقيقة هم لما بشوفهم بيقولوا كده يعني مفيش أم جات بيبي عنده أربع خمس سنين أو طفل بقى عنده أربع خمس سنين مجرد عنده إمساك لا ده بتقول أنا ديته كذا وكذا 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 وكلام ذا كده هو وارد أن يجي للأطفال إمساك بشكل كبير لتغيير طبيعة الأكل كل شوية بيجرب حاجة جديدة أو حاجات ذا كده لكن هي متهمة لأن قد يكون هذه الحكاية عرضة لمتلازمات كبيرة وقد تكون عرضة لأمراض أو عرض لأمراض حاجات تانية دمها تيلاوي فلا طبعا هي إذا حصل كده فهي متهمة ولازم تروح تكشف عند دكتور متخصص في الحكاية دي عشان يقول لها الإمساك ده مجرد تغيير في الأكل وخلاص ولا إذا كان معاه ألم بزيادة ممكن يكون شرخ شرجي إذا كان معاه بعض الإفرازات أو حاجة زي كده أو بعض الأجزاء من الشرج أو حاجة قد تكون حاجات تانية فالحقيقة هي متهمة ولازم تكشف عند دكتور متخصص في هذه الحكاية من يكتفي بإعطاء المريض الذي يشتكي من ألم حول هذه المنطقة مسكنات؟ قد يكون سيدالي قد يكون مش متخصص قد يكون حد ملاعي؟ جاني طبعا جاني طبعا مية في المية يعني أنا أعتقد أن ده مش دكتور خالص مستحيل دكتور يعمل كده مستحيل أنا رأيه كده طبعا عشان كده قلت من؟ بالضبط هو أكيد حد قال له أنا روحت عندي شوات واجعتها بخد الشام المسكن ده خد الكريم المسكن ده هو ده مش علاج خالص بدليل أنك أول ما بتخلصه بترجع تاني لنفس الأعراض يعني الألم داخل الشرج قد يكون من الأعراض المهمة جدا لتشخيص حاجات أكبر بكتير من أن واحد عنده بواسير أو عنده شرخة شرجة أو عنده نصول شرجة قد يكون حاجات تانية ده ما تيل قوي ولذلك المريض لازم يخد باله من الحكاية دي مش مجرد أنه عندي ألم والألم ده ده رحمة من ربنا خالبك ده ريد ألارم بيقولك أنت لازم دلوقتي تروح تكشف عند دكتور مش تروح تاخد مسكني القلم قد يكون عرضة لحاجات أكبر كمان من الشرخ الشرجة أو البواسير أو النصول من يعتقد أن البواسير لها تأثير مباشر على القدرة الجنسية؟ ومن يعتقد أنه علاجها لها تأثير على القدرة الجنسية؟ متهم متهم مش عايزين نقول هذا يخرج مش عايزين أنه جاني قد يسمع يعني أنا برضه أنا رأيي أنه متهم إذا كان حد غير طبيب يعني كمريض بيسمع من حوالي ما يوجد طبيب حقيقي يعني أحيانا بداية لا يبقى ما تذكرش الزبط يعني لا لا يوجد تأثير الحقيقة لكنه فيه حاجة مشتركة وحيدة إن إذا كانت الحكاية مؤلمة جدا إذا كانت فيه مشكلة في الشرج مؤلمة جدا 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 هي يعني يعني تعمل مناخ من الأريافة كده عند المريض فآه في الحتة دي موافقة لكن غير كده لا طبعا من ضمن فوائد النهارد أن أنت لابيت دعوتنا وجدت أن أنت نقلت للناس فكرة ثقافة أنهم يسمعوا كلمة نصول الشرج أيوة أيوة ويعرفوا أن الأمراض دي منتشرة أن كل واحد على فكرة عاد بمرض زي ده نوعية دي من الأمراض بالذات يتهالوا أن هو الوحيد في العالم عندهم 50% من الناس عندهم المشكلة دي 50% نص الناس نص الناس عندها مشكلة في الشرج في مرحلة ما من مراحل عمرهم ده كلام تكست ده كلام كتب يعني تعال نشوف بقى الجزء الثالث لأن إحنا مليئ المسائل بالأوهام إحنا أخذنا جزء من الأوهام في الفاتة لكن تعالوا نشوف الوهم والشك والأقين وشك أم يقين دي قضية مهمة قوية يعتقد البعض أن الأمراض المنقولة جنسيا أمراض الأمراض الجنسية تلعب دور مهم أو تلعب دور يعني في إحداث أمراض خاصة بالمستقيم من الكلام ده صح؟ أه صح طبعا مية في المية في الهومو سيكشوال الشواز أو في الأداية الشاز أه طبعا مية في المية أداية الشاز بين رجل وستي يعني طبعا وطبعا يعني أنا أحييك لحد الصبح على إصارة هذه المنطقة الحتة دي إحنا برضو ساكتين عنها شوية الحقيقة الهومو سيكشواليتي موجودة وبشوف ناس عندها كده وتعاني من هذه المشكلة ومية في المية بيحصل لهم مشاكل مرتبطة بالشرج والمستقيم من هذه الحكاية كان بروز بعض الورتز أو الزوائد الجلديات كتير من بره وزيها من جوه من داخل المستقيم وده 100% سيكشوالي ترانسيميات ديزيز ما فيش شاز جنسي ما يعانيش من هذه المشكلات؟ مستحيل 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 بمعنى مستحيل وده رد على الأغبية اللي بيدعو أن الشزوز أمر يبغي أن ننظر له على أنه شكل المرض دي أو ينظر له على أنه يعني فيه حلق حت التعاون تيجي واحدة غبية غبية تقول لك أنا ليه أصدقاء فيهم شوزوز أو شوالي ترويج للهبل وترويج لقلة العلم هذا قلة علم لأنه لو بصينا ما فيش شاز مش هيعاني من هذه الأغبية مستحيل 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 والأمراض دي خطيرة جدا الوارت اللي هو الوارت اللي هو الوارت اللي هو ده الوحيد من الوارت اللي بيقلب كانسر هو أنا شوفت ناس عندها كانسر ولما دخلنا نعمل الوارت اللي هو الزوائد الجلدية اسمه السنطة السنطة باللغة العربية السنطة ولما بناخد مسحة عشان مثلا آسف نبقى في الحكاية دي ليه؟ لأنه الإعلام الغلط الغير محترف اللي مش علمي ممكن يقف ده من الحتة دي مرتبك هم فيه بعض الناس بتخاف من ردة فعل بعض الشواز الموجودين في المجد حاجة خيبة حاجة خيبة لما راجل أو حد بتاعه يقول لك أصلا ممكن يهاجموك ما هيك شي ولعو ولذلك شوف أنا بحييك ليه؟ أنا في مرة كنت في أحد اللقاءات الفيزيونية ولما بس الحتة دي تلمح عنها قالوا ليه لا متكلمش متكلمش في الحكاية دي والله ما عرف الكلام قالوا ليه لا متكلمش ليه بقى؟ مانيش دعوة خافه مانيش دعوة مانيش دعوة مرة فتحتنا القضية دي حد برضو لقيته بيكي يقولي على فكرة هتتهاجم وبتاعته ما هتهاجم 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 من مين يعني؟ مانيش دعوة احكيلنا بقى الحكاية دي ايه الأمراض يعني؟ ازاي؟ نبدأ من أول الوردز لحد الهومان ببلوموفيروس نهاياتا بالـ HIV بالـ AIDS إذا كنت من هذه الفئة أو الهوموسيكشواليتي إيكوال، إنت عندك مشكلة في الشارع من التلاتة كبار جداً إحنا قلناهم تدائم بالوردس الهومن ببلومو بارس أو الـ HIV إنت بقى إنت تحور بقى بالزبط نحن أمراض خطيرة جداً بالزبط وطبعاً برضو هذا الأمر ينطبق على الممارسة الجنسية الشاسعة بين رجل ومراته مية في المئة ده محرم وغلطه طبياً كوارث مية في المئة أنا بابا سعيد جداً بيقودي معاك وسعيد جداً بجد يعني من الناس اللي أنا مبسوط لما بيقولوا لي أنت لبيت الدعوة وجاي في طريق وموجود وبتاع في الدرجة شكراً والحقيقة منظم جداً وأنا بشكرك بشكر في إعدادنا إنه هو تناغم معاك بهذه الدرجة في مواضيع صعبة الحقيقة متناغم جداً وعارف هو ماشي فين وفاق عارف المواضيع فين وبتاعه وكلام ده كله فده برفع عليهم جداً في الحكاية دي وبرفع عليهم إنه هم أقلعوا كلين تتيجي النهاردة شكراً 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 كان ع Iohoan ممكن جداً لคน زمان ما إيجي نتكلم مثلاً عن السكر ف orthogonal كان jaget my heart menggelوجها takie gayuu شكراً 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 salam شكراً شكراً شكراً